السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في محاضرة جديدة تكلمنا المحاضرة اللي فاتت على الكنترولر وفهمنا الدنيا ايه فيها ايه واضفناها ازاي وتكلمنا في كل حاجة تخصها وقلنا هنتكلم المحاضرة دي عن الراوتينج لان زي ما انت شفت المحاضرة اللي فاتت بعد ما احنا اضفنا الكنترولر وجينا نشغل البروجيك بتاعنا ما تغيرتش حاجة هو هو الصفحة اللي هو عامل عليها ماب رحلها وازهر معايا hello world والسبب ده وانا عايزك تاخدها قاعدة اي مشكلة داخل البروجيك بتاعك خاصة بالconfiguration روح الprogram.cs فطبعا الراوتينج ده configuration مكانه فين الprogram.cs اللي هو ده لو احنا بنروح لي عن طريق السيليوشل اللي هو ده حاجة تانية لو انت بتحاول توصل للكنترولر بتاعتك ومش قادر توصل لها يبقى المشكلة عندك داخل البروجيك بالتحديد في الconfiguration لان احنا قلنا الview بتفتح عن طريق ايه؟ عن طريق الكنترولر يعني لو مش عايز افتح يعني مش عارف افتح صفحة الويب بتاعتي او اليوزر مش عارف يوصل لها اول حاجة واخر حاجة تفكر فيها الconfiguration اللي موجود داخل الprogram.cs طيب كده احنا قلنا سبب المشكلة طب حلها ايه؟ خلاص احنا عرفنا المشكلة بتاعتنا داخل الconfiguration طيب نحل لها ازاي يا باش مهندس اول حاجة هدور عليها كلمة هلو وورد اللي ظهرت لي اهي وبص على الكود بقى مش ده الكود بتاعها انزل ده ادي الكود بتاعها او بيقول لك اب دوت ماب جيت هو بيقول لك انا عامل ماب وعامل روت هنا هو والروت ده بيظهر لي الكلمة دي داخل view بعد كده قال لك الاب دوت رن تمام طيب احنا مش عايزين الكلام ده مش عايزينه احنا عايزين الماب والراوتينج يروح على الكنترولر اللي احنا نحدده له تاني انا عايز اعمل روت الراوت احنا قلنا ايه الاسلوب اللي انا بفتح به ليرقل والview عبارة عن ايه عبارة عن يرقل تمام فانا عايز اقول له الراوتينج هنا واعمل له configuration يروح فين يروح للكنترولر اللي انا بحدده له ويفتح للصفحة او الفيو اللي موجودة داخل الكنترولر اللي انا حددته له طيب علشان اعمل ده هعمل ايه شايف اب دوت ماب جيت واللي اللي دي كلها اعمل لها كده هوا delete كده كده خلاص مش عايزها طيب وبعدين حكتب الكود ده اب دوت دوت ايه بقى ماب ماب طبعا اول حرف زي ما انت شايف كابتل كنترولر راوت وافتح القصين دول انا عملت ايه دلوقتي انا حولت الماب الماب قلت له الماب بتاعتك هتكون على كنترولر راوت يعني اعمل لي راوت على ايه على كنترولر عن طريق الماب حلو طيب وبعدين انا لازم ادي له نيم فهقول له نيم حتى هو تحت اظهرها له واضغط انتر هنا هيقول له tab to accept اضغط له tab هي accept طيب النيم بتاعك هيكون ايه هاضغط shift طوطة مرة وحكتب جواه ايه بقى default تمام حلو وبعدين هاخد كمه وانزل يبقى انا عملت ايه قلت له الماب بتاعتك هتكون على كنترولر راوت هتعمل لي راوت على ايه على الكنترولر طيب النيم بتاعها هيكون ايه default وبعدين لازم اعمل له طيب هاضغط tab اشان يأكسب او ممكن عادي من غير ما اضغط tab واضغط shift وكاف وكمل عادي مش احنا قلنا احنا شغالين بنظام الديزاين صح طيب بتاعي هيروح فين هفتح هاضغط shift وطة مرة واحدة وحفتح حقوسين دول shift وديل وجواهم هقول له ايه بقى او الحرف كابتل controller 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 بتاعتك اللي انا عايز اكتروع عليها اسمها ايه home انا جبت ال home دي منين لو انا رجعت لل solution وفتحت الفولدر بتاعي controller حلاقي ايه حلاقي في controller already اسمها ايه home صح انا ما كتبش controller اكتفت باسمها اللي هو home صح يبقى انا كده بقول له ايه controller اللي انت هتروح لها هي ايه home واخرج واضغط slash طيب وبعدين هفتح له قصين تاني اللي هي shift وجيم ودال حلو الاكشن بتاعك اللي هتنفزه الاكشن بتاعك هتنفز اكشن ايه هضغط يساوي وهقول له index طيب انا جبت الindex دي منين لو انا روحت عالcontroller مش احنا قلنا الcontroller بينضاف فيها class هو عبارة عن class وبيرس من الcontroller وبعدين بيضيف لجواها action الاكشن اسمها ايه انا كل اللي عملت وكتبتها هناك علشان قلت له ايه يبقى روح عالcontroller دي اسمها home وبعدين نفذ للindex اللي جواها وصلت طيب وبعدين هضغط slash وهفتح القسين تاني shift وجيم ودال وهقول له id وعلامة استفهام اللي هي shift والضح طيب انا استخدمتها ليه ليه لان انا ممكن اربعة متغير الاول هعمل هنا سيمي كولمب وهنزل عشان اشار هحوم لكم كلهم وقاب دوتران يعني اشتغل او شغل على هذا الاساس حلو حلو جدا بص الباترن بتاعي والطول الكنترولر بتاعك اسمه home هيروح للكنترولر اسمها home وبعدين هينفذ الاكشن اللي موجودة فين في الكنترولر اللي اسمها home بالتحديد يعني لو انا عندي كنترولر تانية اسمها مريم هيروح ينفذ اللي في مريم لو انا عندي كنترولر تانية اسمها ادهم هيروح ايه لو عايز احطها هنا يبقى البروجيكت ده حيفتح عليها فانا عندي الكنترولر الاساسية اسمها home طيب وبعدين روح نفذ للاكشن اللي جواها اللي هو اسمه ايه ايندكس وهنا الاي دي ده ممكن انا استخدم ايه واتعامل معاه يعني انا لو جيت هنا قبل الكلام ده وعملت له مثلا ادهم وسلاش الكنترولر الهوم والاكشن مش هيفتحه الفيو الا لو انا بسيط له ايه المتغير اللي اسمه ايه ادهم وصلت تمام نقول تاني نقول تاني كده انا شلت الماب الاولانية وعملت ماب جديدة قلت لها عمل لي الماب على الكنترولر وبعدين راوت يعني انا عملت له ايه عمل لي راوت كنترولر على المكان ده طيب وبعدين اديتها اسم الاسم انا ديته له default ممكن ادي له اسم تاني اه ممكن ادي له اسم تاني وده هنشوفه قدام تمام طيب الباترن بتاعي قلت له انت هتروح على الكنترولر اللي اسمها هوم وتنفذ لجواها الاكشن اللي هي موجودة قريدي جواها اللي اسمها ايه اندكس وحطيت الاي دي لربما احتاد ان انا اضيف ايه متغير زيادة او مور سيكوريتي داخل الابليكيشن بتاعي وبعدين قلت له اب ضد رن يعني اشتغل لو انا شغلت دلوقتي هيشتغل لا هيضرب مني تعالوا نشوف السبب ايه ده تضرب ان هندلد اكسيبشن وايل بروسيسنج زا ريكويست انفاليد اوبراشن اكسيبشن زا فيو اندكس وز نوت فاوند هيا دي هيا دي زا فيو اندكس الصفحة الفيو اللي اسمها اندكس وز نوت فاوند طبعا هو كبير هنا عشان ما يظهرش عندك كبير تقول لي لا هو ظهر عنده كبير لان انا مرافع الزوم اهو علشان الخط يبقى واضح قدامك يعني انت لو عندك الصفحة مية وخمسين هيصغر كده تمام بقول لك زا فيو اندكس وز نوت فاوند زا فولوند لوكيشن وير سيرشد فيو هو عمل سيرش اهي سيرشد ماضي مش مضارع تمام سيرشد فيها اي دي عمل سيرشد على ايه على الفيو والهوم والاندكس دوت سي اس اتش تي ام ال سي اس اتش تي ام ال ده امتداد الفيو داخل ال mvc طيب يعني هو بيقول لي ايه دلوقتي بيقول لي يا معلم عايز تشغل الفيو اه ادين الفيو انت مش مديني فيو انت اضفتك كنترولر وزبطت الراوتنج طب الراوتنج رايح على فين ما هو على اكشن الاكشن ده موجود فين داخل الكنترولر طيب هو فين انت مديني اسمي بس اديني فيو اديني فيو علشان نقدر ازهرها لليوزر وده اللي هنعمله المحاضرة اللي جاية يبقى احنا كده اتعلمنا المحاضرة دي ايه نزبط الراوتنج الخاص بنا داخل البروجيكت هقفل بس صفحة الويب تمام اهو ووضحته لك بالتفصيل الممل المحاضرة اللي جاية بقى لازم زي ما اضفنا الكنترولر نضيف الفيو مش احنا اقول لها الام موديل والفي فيو والكنترولر السي كنترولر وانا الكنترولر المعلم زبطنا المعلم وبعدين زبطنا الراوت فاضل نضيف الفيو اللي المفروض تظهر لليوزر وده اللي هنعمله المحاضرة اللي جاية طبق الكلام ده وانتظرني ان شاء الله المحاضرة اللي جاية